النهاردة ايران زي وكالة انباء فارس ما طلعت وقال التصريح خطير للغاية تصريح وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا اشتياني قال كلام انا مش عارف هذا الكلام فات ازاي مش عارف الكلام ده يعني على اي اساس مش عارف الكلام ده طالع يعني كلام جمل ليس لها قيمة من الناحية القانونية وانما كلام يعقب عليه بيقول ايه وزير خارجية وزير الدفاع الايراني بيقول اهو ده فين التصريح يا ابن هدل التصريح اهو بيقول انه قال وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا اشتياني قلل من اهمية المساعد الامريكية لانشاء قوة بحرية دولية في البحر الاحمر لحماية السفن التجارية محذرا من انه لا يمكن لاحد ان يناور في منطقة تهيمن عليها تهران ده فين هات لي ابني لو سمحت خريطة المنطقة كلها بمفايا ايران ومصر هات لي ابني خريطة المنطقة كلها وباب المندب الاحداث ده فين؟ في باب المندب باب المندب ده ميلي بيسيطر عليه اليمن في الشرق وجيبوتي واريتريا في الغرب في القرى الافريقي يعني هو اللي بيفصل ما بين القرى الافريقية والقرى الاسيوية المنطقة ايران ملهاش فيها حبة رمله واحدة لكن وزير الدفاع ايران بيقول هذه المنطقة منطقة تهيمن عليها ايران تهيمن عليها تهران كيف يمكن قبول هذا التصريح؟ اتنين يقول لا يوجد مجال في البحر الاحمر للاجانب لاقامة وجود ومناورة ولم تعد لديها مساحة لاي شخص للتحرك اكثر يقول الدول اللي موجودة في المنطقة اللي موجودة تبو انت مالك ما انت اجنابي برضو انت مش صاحب ارض انت مش صاحب بيت انت مش صاحب دار ده وزير الدفاع الايراني وقال انه يثق النورات المتحدة لن تقوم بمثل هذا العمل الذي وصفه بالغبي لانه سيسبب مشاكل وتوترات اكثر في المنطقة وسيؤدي هذا الاجراء الى صراع قوي وشدد على ان كل الدول موجودة في المنطقة لكن هذه المنطقة لايران وتسيطر عليها اقول لكم على حاجة انا تشككت في ترجمة هذا النص انا انا شككت فيه اهو انا شككت في الترجمة وقلت هتولي المصدر من اكثر من قالوا لي من وكالة انباء فارس الايرانية ترجموا لي من العبري ترجموا لي من الفارسي اعدت لغاية انا انا مش قادر لا اصدق ان هذا التصريح قد تفوه به وصرح به وزير الدفاع الايراني بيقول دي منطقة نفوز الايرانية بيقول دي منطقة تهرانية بيقول انه هذه المنطقة لايران يا جماعة كلام خطير بيقوله ده بقول المفروض لو جماعة بدر الدين الحوسي عبد الملك الحوسي قالوا عايزين يقولوا ان احنا عربيين ويمنيين ومناش دعب ايران يطلع يكذبه يقول له لا ليس لك قول فيما يخص القضايا اليمنية ليس لك قول فيما يخص المنطقة والملاحة في باب المندب لكنه ايران طلعت وسبعت الكل والراجل بتاع ايران بتاع اليمن عمل بيان باسم القوات المسلح اليمنية يا جماعة ما احنا قلنا احنا الموضوع لازم نرجع من اول زرعة ايه الاسباب ضرب الدولة الوطنية في اليمن ادى الى ظهور ميليشيات ظهور ميليشيات تبحث عن ممولين الممولين الاقليميين جاهزين ضربنا الوحدة الوطنية ضربنا الدولة الوطنية ضربنا الجيش الوطن ايه اللي حصل في اليمن هو اللي حصل في ليبيا هو اللي حصل في سوريا هو اللي حصل في لبنان هو القصة كلها انك بتضرب الدولة الوطنية فتظهر ميليشيات خد بالك الميليشيات هي الابن غير الشرعي لضرب الدولة الوطنية انت عايز تضرب الدولة الوطنية اضربه انت حر هيطلع لك ميليشيات مش هتقدر سيطر عليها واختر ظاهرة نتجت عن ذوبان او اضعاف او انهاك الدولة الوطنية هو الميليشيات والميليشيات هي يعني الابن برضو غير الشرعي او الاب غير الشرعي للارهاب انا بقول العالم بيهدي العالم بيعبث الناس مش قادرين يفهموا ماشيين والتفاصيل بغباء شديد وانا بقول لامريكان والاوروبيين وبقول للعالم والامم المتحدة وكله لو احنا قدرنا بس يكون قدر قليل من العقل انت بتقول العالم وثلاث الامداد والتضخم ماشي انا موافقة نتيجة ايه قال لك اليمن بيضربه والحوثي ماشي الحوثي بيضرب ايران اللي بتحرك قال لك ايران بتحرك ماشي يا سيد معاك ايه سبب الموضوع ايه التاكئة اللي اتاكئت عليها ايران ومن ثم جماعة الحوثي في هذه العمليات قالوا اسرائيل بتضرب بعنف في غزة موضوع صحيح طب وقفوا اطلاق النار امريكا تستردن الفيتو شايف حاولين يا كيكا زي بيقولوا يعني امريكا بتهاجم الايراني وبتهاجم الحوثي وبتستخدم اوراق امنية في حل ازمات لا يجب حلها الا باوراق سياسية يعني الراجل بايدن ده من ساعة ما تولى الحكم دخل في كارستين والكارستين كلفوا امريكا ودقا في الضرب الامريكي مليارات بلتريلينات حرب اوكرانيا ودعمه لا محدود لاوكرانيا ضد روسيا ودعمه لا محدود لاسرائيل ضد الفلسطينيين والاتنين هاتين الوراقتين انا بقولها هوا من دلوقتي هما اللي يسخطوا الحزب الديمقراطية في الانتخابات الرئيسية القادمة سنة الجاية يعني بايدن هيسقط وحزبه هيسقط نتيجة هذا التعامل الغير غير السياسي غير الحكيم في قضيتين المفروض الامور كانت اسهل بكتير من كده فانت النهاردة بدل ما تعمل قوة لكذا وتعمل حل اصل المشكلة جزر المشكلة فين في فلسطين في غزة وقف الجانب الاسرائيلي عند حده هي دي القصة يا جماعة يعني القصة